بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا ومولانا محمد الرسول الكريم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصرنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مشاهدي الكرام في هذا اللقاء الطيب المبارك في ميلاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحدث لقد كان ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ميلادا للبشرية جمعاء حيث عاشت البشرية قبل بعثته وقبل مجيئه فترة عصيبة من تاريخها ظلت فيها طريق الهداية والرشاد وانحرفت عن الفطرة الإلهية السليمة حيث عبد الإنسان الأوثان وقدسة الأصنام وعمت قطيعة الأرحام وسوء الجوار وكثرة العقوق وأكل الحقوق والبشرية تبحث عن منكذ ينكذها ويأخذ بأيديها من الغي إلى الرشاد ومن الضلالة إلى الهدى ومن الظلمات إلى النور فجاء ميلاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وإماما للمرسلين فأذن الله بمولد سيد السادات وخير البريات النور الأثنى والفيض الباقي رحمة الرحمن الرحيمة ومنة الوهاب العظيمة ساحة الحق القائمة وراية الشفاعة الدائمة لذلك قال صلى الله وسلم عن نفسه فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من رواية سيدنا جابر يا أيها الناس نداء لجميع الناس على مختلف طوائفهم وعقائدهم وشرائعهم يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهدى صلى الله عليه وسلم فجاء سيدنا صلى الله عليه وسلم رحمة نعم إنما حصر وقصر إنما أنا رحمة مهدى ولما لا جاء ليهذب الأخلاق وليصحح الأخلاق ولذلك قال سيدنا صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد في مسنده إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وفي رواية أخرجها الإمام البخاري في صحيحه إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق فجاء سيدنا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وإماما للمرسلين وسيدا للأولين والآخرين ومرشدا للحائرين ومنكذا للضالين قال فيه رب العالمين وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ولذلك يقول القائل الرحمة المهدات جاء مبشرة لأفضل الأديان قام فأنذرة ولأكرم الأخلاق جاء متممة يدعو لأحسنها ويمحو المنكرة صلى عليه الله في ملكوته ما قام عبد في السماء وكبرها إذن سيدنا صلى الله عليه وسلم أرسله ربه ليأخذ بأيدي الناس من الظلمات إلى النور ولذلك قال صلى الله عليه وسلم عن نفسه أن دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى ورؤية أمي حيث رأت حين حمل بي أنها سيخرج منها نور أضاء لها قصور بصر في الشام فسيدنا صلى الله عليه وسلم أخذ بأيدي الناس وأرشدهم وذلهم على الطريق إلى رحمة الرحمن الرحيمة دلهم صلى الله على حضرته وآله للتعرف على خالقهم وبارئهم فسيدنا عليه الصلاة والسلام الذي قال عن نفسه لما سئل يا رسول الله متى كنت نبي قال كنت نبيا وآدم منجدل في الطين لذلك ربنا حين تحدث عنه قال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين هذا النور المحمدي الذي كان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لا يستطيعون أن يقفوا أمام هذا النور المحمدي أن يقفوا أمام هذا النور أو أن يجلسوا أمام هذا النور هذا النور الذي يحول حال الإنسان من حال إلى حال ولم لا؟ وهذا قد حدث بالفعل مع من؟ مع سيدنا حسان بن ثابت الذي استأجره المشركون ليهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما نظر إلى الحبيب المصطفى والرسول المجتبى قال لما نظرت إلى أنواره سطعت وضعت من خيفته كفي على بصري خوفا على بصري من نور طلعته فلست أنظره إلا على قدري ورحم الله شوقي حين قال في حقه تجلى مولد الهادي وعمت بشائره البوادي والكصابة أزدت للبرية بنت وهب يدم بيضاء طوقة الرقابة لقد وضعته وهاجا منيرا كما تلد السماوات الشهابة فقام على سماء البيت نورا يضيء جبال مكة والنقابة لقد وضعت يثرب الفيحاء مسكا وفاح القاع أرجاء وطال أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا مدحت المالكين فزدت قدرا وحين مدحتك اقتزت السحابة فصلى الله وسلم وبركة على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وسلام الله عليكم ورحمته وبركته